وعلى صغار الحرفيين والمواطنين اللي يتعاملوا بأشيكات بحذية سي محمد انخيلي أستاذ القانون البنكي ومدير مركزي ببنك صباح الخير يومك سعيد سي محمد صباح الخير يا حبيب صباح الخير بالسادة المستمعي لكل يعني شك موضوع مهم وحساس موضوع حساس برشا ودعمه من الأسس بعدها منتعال للاقتصاد الوطني نعم وبرشا معناها بش ينتفعوا بالقرار اللي يخذاها مجلس النواب صحيح برشا بش ينتفعوا بإيقاف إجراءات التطبع وحتى بإيقاف العقوبة السجنية ولكن ما ينسبش هذا يشجع ناس غرين بش يتعاملوا بالسقوك دون رصيد هذا اللي بش تحكيوا فيهم بعض أنه فما زدى إجراءات تتخذها المشرع بش يمنع اللعبات أنها تتلعب بالقانون وتستفيد من القانون الجديد اللي معتها منع العقوبة السالبة للحرية لكن في حدود واللي بش نشوفوها من بعد صحيح وزيرة العدل أخيرا قالت تونهرين أنه عدد الموقفين في السجن بسبب هذه الشيكات اللي هي دون رصيد بلغة 542 موقوف منهم 324 محكوم و218 موقفين والوزيرة كذبت بعض الأرقام اللي قاعدت تتداول أنه عدد الموقفين 7000 وهذا مش صحيح لا مش صحيح الأرقام أقل من هكذا برش هي الأرقام اللي قالتها سيد دونتا وزيرة العدل صحيح إذن سنتحدث في كل هذا بعد قليل إشهار مهرجين حمامات الدولي في دورة الثمانية وخمسين يقدم عرض الاختتام تخيل لكريم الثليبي أعمال فني متكامل للموسيقى اللي يرتكز على معالجة درامية ونفسية للموسيقى السبت 3 أوت بمسرح الحمامات تبعى التذكر بالمركز الثقافي دولي بالحمامات مدينة الثقافة الشدلي الأقليبي وعلى موقع المهرجين فسيبالدوحمامات.com إشهار مدينة الثقافة الشدلي الأقليبي وزوز يبدو لي يحتفظوا بأصواتهم صحيحة لكن هو راه القانون ما يتعلقش كان بإلغاء العقوبة السجنية وهي مدينة الثقافة للفصول من 410 و 411 و 412 من المجلة التجارية بحيث أن حتى التنصيصات الوجوبية متاع الشيك تبدلت للسق ولا مسقف بـ 30 ألف دينار ينجم الحريف يختار قداش السقف متاع الفرميل الشيك متاعه والبنك معتها يعطيه يوفر له السقف المطلوب لكن على أنه ما يتجاوز 30 ألف دينار إذا كان يحب أكثر من 30 ألف دينار هنا يولي ما عادش السق الخاص بالحريف يولي الشيك دوبانك معناها الولي البنوك هي اللي تعطيه سق يفوت 30 ألف دينار هذا من ناحية من ناحية أخرى ما عادش فما ما سكونا بيل للشيك أوبوخطوخ معناها الليزم الحامد الحامد والشيك لازم يكون لشخص مسمى شخص طبيعي أو شخص معناوي تم إحداث المنصة الإلكترونية يعني لما نكتب لك أنا شيك ونقول أوبورتر يلغى لا يقبل لما عادش يتقبل لازم لشخص محدد واضح وتم معت إحداث المنصة الإلكترونية اللي كنا حكينا عليها في المرة المقابلة اللي فاتت وما كان لش مدرجة بالمشروع على القانون الإقديم وقلنا الحل يكمن إذا كانوا يحبوا يلغيوا العقوبة السجنية ويحافظوا على حقوق المستفيدين كوسوسواتوجة وإلا أشخاص عديد هو إحداث منصة إلكترونية تمكن المستفيد من الشيك بشطة لحينيا هل أن المؤونة موجودة مع ترصيد موجودة وإلا ليقبل ما يقبل الشيك وهذا ما جاء في القانون جديد أنه البنك المركزي يسهر على إحداث منصة إلكترونية تكون مترابطة ربط بين ما بين البنوك التي يجب أن تنخرط وجوبا في المنصة الإلكترونية ما حددش نوع الأثار متى عدم الإنخيرات لكن في فصول أخرى نلقاو الأثار عدم الإنخيرات هو والإنخيرات باش يكون في حدود ستة أشهر في حدود هنا اللي ما هوش واضح بهو قلت في حدود ستة أشهر لكن هو من الأسلم أنه يكون ستة أشهر من المنصة ولا تولي أنها تولي تخدم على خاطر تعرف اليوم باش تربط ستة أعشرين بنك بالمنصة هذه وزيد البنوك معاتها تباعا شكون اللي حاضر وشكون اللي ما هوش حاضر مع البنك المركز ما كتعرف لزابيل دوفغ وشكون اللي بش يعمل هالمنصة وكل شيء الصعيب تقنيا بشكون حاضر من هوني ستة أشهر القانون قال ستة أشهر أتو نشوفهم بعد النصوص الترتيبية ولا المناشير متى البنك المركزي ولا متى الحكومة هي اللي بش تزيد تحدد وتفسر هالستة أشهر يدوم من الوقت يدخل حيز التنفيذ من ناحية من ناحية أخرى البنوك التي لم تنخرط لن تنخرط في هذا ما هو يترتب عليه ترتب عليه أنه هي مجبرة بخلاص الشيكات الراجعة دون رسيط في حدود 5000 دينار ما يعني اليوم القانون نرتب صحيح ألغى العقوبة لكن ألغاها في حدود الشيكات لأقل من 5000 دينار في حدود 5000 دينار فوق 5000 دينار اعتبر جريم من ناحية القانونية هنا فيها وعلي لكن على حسب كلم السيدة وزيرة العدل القرار هذا مبني على على الاستاتيستيك معناها إحصائيات إحصائيات أي ولكن شيك ب5000 دينار ليس كما شيك ب300 ألف دينار صحيح آي لا شيك ب5000 دينار اليوم معتها فوق 5000 دينار تعتبر جريم يعني كاسح شوية حسب رأي أي من خمسة أسمع أنا سي محمد لن تعامل لعقدي لشريك لعندي لأبو صود لحد شي للقانون كمواطن نقشوه مختلف في الهيك قبل ما يصدر اليوم صدر القانون وعلينا كان نحترموه ونطبقوه وفقه بالأغلبية بالأغلبية صحيح وذي إرادة نواب شا آي صحيح اليوم القانون يقول أنه من فوق 5000 دينار تعتبر جريمة آي وزادة معناها اللي يعترض على شاك قدمه غير الصور المنصوص عليها بالقانون اللي هي الذياع والسرقة والتفليس ويعتدون ثلاثة حالة ذوما ويعترض عمدا على شاك وإلا يعطي شاك بعدش بدل مؤونة زادة يعاقب بنفس بنفس الأقوبة بسدخل في باب التحيق آه الأقل من 5000 دينار في حدود 5000 دينار لا تعتبر لا تعد جريمة والبنوك التي هي غير منخرطة بالمنصة مجبرة على الخلاص وتحل هي محل الدئن في التتبعات لكن بالنسبة للبنوك اللي منخرطة هنا ما هيش مشبرة مش أنها تخلص الشاك الراجع دون رسيد ربي في الموضوع لما نعطي شاك أنا عندي مريض بش يدخل الميصحة نعطي شاك ب1000 دينار وأنا ما عنديش الرسيد هذا هذا تول قانون جاي فيه واضح وسريح يوم نعو منع بيتا إنسانية ويجرم حتى لا يموت قريبي إن شاء الله ربي يعفي جميع التونسيين لكن يمنعوا منع بيتا على أي هيكل كان سواء شخص طبيعي أو معنوي منهم المساحات لأنه من الصحة يجبروك وإنت تولي بين نارين بين أنه ما عندكش رسيد في البنكة متاعك والمعنى بالأمر اللي يجيبوا وإنتي على سيارة الإسعاف ولا بيش تنقذوا من الموت كل من تسلم سكن على وجه الضمان يعاقبوا بالسجن برك الله وفيك سبو عمد بذلك هنا نحث المواطنين معاش تأتي هنا حبيت نعمل الإشارة يتعاملوا شوية بالإنسانية فمش إنسانية فما قانون والقانون طبق الجميع المساحات يا مواطنين اللي بش يمشي المساحة يطلب علي سكذا مين مقتدر القانون ذا يهزم عدل وكان دانية دانية كيف تمشي المساحة يفرعوا بيك ويدويوك وكيف تبرع يقولوا خلص نحن نزه المساحات من عدم الاستجابة للقانون تعرف أنت المساحات كلهم معناها إطارات وكوادر وكسوس الأطباء اللي قايمين بهم ولا بعثين المشاريع اليوم فما القانون أنا ما نتصور الحق وننزههم أنهم ما يطبقوا القانون تعرف أنت ما يطبقوا القانون يطبقوا عليه مع تالعقوبة اللي المنجرة عنها وذا يمكن إثباته بجميع الوسائل منها المعينة عن طريق عدل المنفذ إذا كان طلبه سكذامين يطلب كنبيل حب كان يحب معتها مؤجلة تدفع لكن سكذامين يمنعه منع باتر بمقتضى هذا القانون أنا أشرت إلى هذا اليوم نصبح برك في القهوة مع الخمسة أصبح أحد المواطنين كلمني وعملني الملاحظة في خصوص أنه قريب وتخل للمساحة وطلبه بشي يدفع قداش من ألف دينار وكذا حتى هيكل حتى هيكل حتى مؤسس محمد وقت الكوفيد عندي صديق بوه توفى في منساحة في سوسة رب يا رحمه وبعد كلموه قالوله أعلنوا أنه بوه توفى وقالوله تفضل يجي يخلص 30 20 ألف دينار بوه يتوفى ويزيد زيد المساحة ينزلوا عليه رب يا رحمه ينجم ومنحقه بالشطة لا كما منحق المساحة لكي تخلص لكن هنا ممنوع من أنها تأخذ ضمان مسبقة نعم صحيح صحيح القانون جاء رهو في برشة متشعب وفي برشة تفاصيل يصعب في مقابلة واحدة بش نجي عليها الكل لكن أهم ما فيه كما قلت لك أنه التنصيصات الوجوبية تغيرت الفورميل شيك وليت مسطرة معتها شيك بغي إلا إذا كان تلب الحريف أنها ما تكون بغي وما معناها بش أن نفسروا المواطنين شيك بغي معناها أنه الشيك لا يسرفوا نقدا لكن يحطوا المواطن في حساب البنك إلا إذا كان صاحب الدفتر سكوك تلبش أنه يمدوه معناها بسكوك غير غير مسطرة وقت نجم البنك يعطيه هنا زدنا ملاحظة أخرى أنه القانون حمل برشة مسؤولية على البنوك والحق نقوله هنا برشة مسؤولية على البنوك معتهم منها أن البنك يجب أن يثبت في الملائقة والقدرة الحريف وهنا يجند برشة موارد بشرية وممكن يخلق إدارات خاصة بالتعامل بالسك معناها هنا سك وكيف أي ورقة تجارية أخرى اليوم يجب تعزيز الموارد البشرية فيه خاطر برشة خدمة على حسب القانون من المنصة لازمك في نهار تعلم السك ما فيها شلسين في ظرف ثلاثة يام تبع في كل طريقة تكتر أثر كتابي فما تحرير بعد أسبوع لشهادة في عدم الدفع وإلا شهادة في وجود اعتراف معناها إذا كان فما اعتراف ويزيد البنك هو مسؤول إذا كان معناها صاحب السك معناها ما عرفش كيفية يتسرب في السك وهنا نقول إذا كان فما منصة يتمكن الحريف من أنه ينظر ويشوف الملائة متاع الحساب علش تحمل في البنوك في مسؤولية كما هكذا من شيرة أخرى فما ثمانية في المئة اللي تمشي لتمويل السناديق ما تتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المربيح متاع البنوك هذا يبدل نثمنها لكن اليوم كارجل قانون وكارجل قانون ما هوش إطار وقانون الشكل كان ينجم يتم إفراده بقانون خاص مش في المجلة التجاري اليوم إذا كان للبنك الحريف متاعه اثبت أنه البنك عتاد فورميول شيك والحريف متاعه مثلا ما قامش بخلاص سك ولا عنده سك دون الأسير ولا ما ثبتش في الملائة متاعه يتعاقب ممكن يتعاقب بعشرة في المئة من الرأسمال الأدنى متاعه وضيع عقوبة كبيرة برشا معناها ما نراوهش متناسبة مع الخطأ المرتكب اليوم مثلا لكل عملا تعرف إذا ما زاد نقصانه اليوم الخطأ بشري والكم الهائل متاع الشيكات ينجم يخلي الخطأ وارد لكن إذا كان بيشتعاقب بعشرة في المئة من رأسمال الأدنى الحق هذا مش حف برشا أن نتصور مكارج القانون هالفصل هذا بشيكون مغنئ فما فصول وفما قوانين تهجروا بطبيعها لأنها من الصعب التنفيذ خاصة أنه أعطوا السلطة للتنفيذ المتاح لمحافظ البنك المركزي وما نتصور أنه اليوم محافظ البنك المركزي لأنه يعاقب بنك بعشرة في المئة مرأسماله على خطأ إذا كان تفلس بنك أو تحت بنك لأنه تبقية البنوك الكل هذا معناها بالنسبة للعقوبة اليوم أقل من 5000 دينار لا جريمة لا يعاقب بالسجن لكن إذا كان ثبت أنه فيما أطراف قصدت أنها تعطي شك معناها تحيير نعطي مثلا نجي نسي الحبيب نعطيك شيك نقول لك 5000 دينار ولا 4500 دينار ولا 4999 ولا حتى في حدود 5000 دينار نجي اليوم نعطيك شيك وانتي تمشي للبنك يثبت أنه ما فهماش رسيل والقانون يقول والبنك اللي اخترناها ما هيش منخرتها في المنص هنا البنك تتحمل المسؤولية بش تخلص لك بقي تخلص لك مبلغ سك ويكون هذيا ما غير ما النجم ونثبته طبيعة العلاقة لمبيناتنا وعطيناها احنا بالعاني بش نتحيله على البنك هنا يدخل بيب التحيل ويعاقب بالسجن مرتكب بهذه الفعل نجم يكون بانك كلها حنان ما نجمشي حل وحنا حكينا المرة اللي فاتة هو الحق الملاحظات اللي اعطيناهم في مشروع القانون القديم تم اخذها بقى الاعتبار حكينا هنا يقولنا ما نجمشي حلوا باب للتحيل حكينا على المنص الالكترونية حكينا على الشكل الالكتروني الكل تم اخذ بقى الاعتبار في القانون المشروع هذا لكن اليوم ما نجمش نحلوا باب للتحيل من انه انسان يعطي شيك اقل من 5000 دينا والبنك الغير المنخر تتخلصون العقوبة تعني كذلك اللي هما في حالة فرار كل كلها العباد اللي اللي قشوا سوا في السجن وإلا معتها بيسدد المحاكمة ولا تمت محاكمتهم وإلا التتبعات الجيرية في شأنهم لكن فما إجراءات اللي إجراءات اللي حالة فرار كيف يجي يقدم روح اي يقولوا تفضل يهزوه للإيقاف يهزوه للإيقاف بينصول لكن فما إجراءات اللهم يجبوا يتعرض قدام السيد وكيل الجمهورية ويثبت حاجة من ثنين يا يكون عمل صلح أمام السيد وكيل الجمهورية مع المستفيد من منسك عملوا صلح ويكون محر صلح ذا بحجة عادلة ونجم الصلح يكون بخلاص حيني وإلا يلتزم في مدة معينة للخلاص نعم وإلا إذا كان شخص محكوم عليه ولا يستدد قضاء عقوبة سجنية حتى التزام أحد بالخلاص محر عن طريق حجة عادلة يقف تتبعات في شأنه معناها فما الزمالية ولا السيدة المحامين فما حركة كبيرة بشيكون ليمات هذه في المطالب الإفراج معناها التي تتقدم للسيد وكي الجمهورية مع مطالب الأحادية في الالتزام بالخلاص وينظروا فيهم ويخرج يخرج المسجوع الصلحية وإذا كان جاءت المدة ومالتزام بالخلاص يخلص 70% من مبلغ السك يتمتع بفترة إمهال أخرى توصل للعام بشيكمل يخلص بقية المبلغ المدين بيه إحنا من أرضاوه حتى واحد يكون في الإقافة وفي الحبس كما من أرضاوه حتى واحد يكون عنده حق ومخذيها شكوستوار معناها معناها شيء واحد يغش بالشيك لأن العملية أخلاقية المسألة أخلاقية إن شاء الله بهذا التجديد في القانون برشا يتوعاو يعني ويكون عندهم إيمان كبير بضرورة أنهم يحترموا أنه كيفاش يعطي أو كيفاش يتعامل تجاريا بالسك رغم بعض الهنات من ناحية القانونية كان تنجم تكون مخير لكن القانون هذا بسيغة الحالية خاصة بالنحدث المنص الألكترونية الشك الإلكتروني في ضمانة للتجاء والمستفدين عموما من السك بش يتعاملوا بالشكات خاطع ما تنجم الاقتصاد معناها كانت ناحية الشكات مرة واحدة ونحن العقوبة السجنية مغير من نقاوه بديل يضمن حق تتعطى البرشة أمور يرجع الشكل الدور القانوني الطبيعي وهو وسيلة خلاص حينية له وسيلة ضمن له وسيلة قرث ويرجع يمارس دوره والتجاري تعاملوا به بكل أرياحية ومن ناحية أخرى أنه المسلوبي الحرية معناها جراء الشيك يخرج وينجم يرجع يمارس دوره اقتصاديا ويخلص الديون اللي عليه وفما برشة دلتائي أخرين كما قلت لك منها أنه إذا كانت متع بالحرية يمنع من السفر إلى حين خلاص المستحقات فما برشة دلتائي في القانون نجم تفاصيل أخرى نجم نقف عليها في مقابلات أخرى ولا في حلقة المهم البرلمان نظرة في هذا الموضوع وقدم حلول مبدئيا قدم حلول كما قلت معتها بالقانون بالقانون فما برشة حاجات أخرين اللي بقي لامبلور متاحة ما هي شكل تبقى إنسان محكم 300 سنوات تقول علي فكرون معناها قاعد معناها في الحلقة كما كنا نحكيه قبل ما تدخل بحذي للستوديو مش كما ليسرق عظمة كما يسرق بكرة ولا كيف كيف والله هو في القانون القانون كيف كيف في القانون كيف كيف قهوة وكروسان من عشنوة بما قيمته سبع سبع دينارات مثلاً ولا عشرة دينارات نعطيك شيك كاقاو وبعد نمشي لشركة كبيرة تبيع في الكراهب نشري كراهبة مذخمة ربعية الدفعة كما يقولوا ونعطيك شيك 150 ألف دينارات يرجع دون رسيد مش كيف صحيح مش كيف ولو أنه هنا من ناحية القانونية نحن على حسب ما قرنا القانون فيها وعليها لكن القانون متطور مع الزمان والمكان صحيح ويزمو يتلئم مع الوضعية السياسية والاقتصادية بتاع كل البلد سي محمد خيلي برك الله فيك على كل هذه التفاصيل قولوا هنيئاً لمن هو في مشكل بتاع معناها سك دون رسيد إن شاء الله تتحسن الظروف وحتى على مستوى العائلي متاعه وعلى علاقاته تكون أصفى وأحسن لأنه وقعت برشة تدعيات الناس طاحوا في هذا المشكل أعطاهم معناها شكات دون رسيد ومعناها وصارت برشة مشاكل على مستوى العائلات وربما ناس وصلت طلقت ونس تعركت مع ناس وزيدها بيكون في عون البنوك على خطر شفنا من ناحية فما العقوبة سجنية نحات لكن المسؤولية الجزائية للبنك تقعد موجودة في القانون هذا معناها البنك مسؤول إذا كان ما خلصش سك فيها الرسيد المتاعه ولا أمتنعه ولا عطاه ديش سك لحد ممنوع يقعد ديما المسؤولية جزائية موجودة على الممثل القانوني متاع البنك مع بقية العقوبات اللي تتحملها البنوك صحيح مش سمعك مقطع غنائي من أغنية وبعد نرجع لك سي محمد الخيلي موسيقى سوسا و جمال سوسا و جمال ما درها و لا يقيمان المهدي هذي سيموحمد انخيلي الفنانة عايشة ام ليليا الدهماني سوسا و جمال و المهدي وانا نعرف اللي انتي من المهدي هذي هدية بارك الله و فيك انتي ما عندكش عطلة أنا قصيت على العطلة باش نجي نحضر المقابلة متاعك مرحبا بيك شكرا و نبلغ تحية اهالي المهدية الكل اللي سلموا عليك برشا نحبها المهدية حتى هم يحبوا كبرشا و برج الرأس و السقفة الكحلة والأدباء والفنانين والرسمين والكافة المواصدين المهدية دي هي كانت عاصمة الدولة الفاتمية و عبيد الله المهدي يأسسها و خليها عاصمة الخلافة الاسلامية والمعاز اللي دين الله الفاتمي من بعد مشابنا القاهرة قاهرة المعزة و ما أدراك والحضرات اللي تعاقبت عليها برب يقصوش الماء عليكم والله شوف المشكلة بتاع الماء في المهدية معظلة كبيرة مدينة ساحلية شبه جزيرة يقعد الماء مقصوص عليها بالأسبوع يعني في فترة متقطعات يعني يقص و يرجع يقص و يرجع لكن فيما أيامات يقص فيها حتى لحدشتع النهار و ما يرجعش من شيرة أخرى برج الراس جاية عالية اللي هي المدينة العتيقة دونك دي بي ما يخلت لهاش الماء رغم أنه المهدية كانت تمتاز بالبحر و بالحوت توليت تمتاز بالبحر و بالحوت و بالأمن و بالنظاف و حق الصلات المحلية و الجهوية عملا بشوط ينجم يكون خطرة فما معتمدة في المهدية و تعرفها و سنساب بالنظافة معناها نظيفة بشكل كبير تقول ساعات في الممشا تقول تعوم في كان مش في تونس لكن معظلة الماء اللي تتجاوز الصلات المحلية و الجهوية معظلة كبيرة وزارة الفلاحة و إدارة توزيع المياه إن شاء الله تلقى حل خاصة مع زيارة سيد الرئيس المنطقة السيديو علوين اللي قص عليها الماء عشرين يوم معتها ما غير ما يعرفوا علش يعني المواطنين تعبوا برشا تعبوا والله حتى حملوني أمانة أني نوصلها هكو وصلتها أنه إن شاء الله معتها المشكلة نتاع الماء أنا شخصيا مشيت راو مع وفد برلماني بش لجنة السياحة في المهدية عملت محاضرة معهم وزرنا وفتتحنا المهرجين بمعاتها متاع المهدية بحضور معناها السلطة المحلية وإن شاء الله يقع الاهتمام بهذا الموضوع لكن من بعد قضية العطلة نلقى مفمش ماء أنا واحد من الناس ركبت موتور خطر الدار فيها ماجل لكن ليس عندهم مش وليسكنوا فوق يقعدوا بالجمعة ما ينجموا شيء تحصلوا على الماء وهذا بالطبيعة موجود في بعض الجهات أخرى معناها لكن اليوم في جهة السياحية تلقى معناها ترا كيلومتر الوطلة فيها الماء ومدينة العتيقة اللي هي المهد وكاب أفريكا اللي يعطات اسمها الأفريقية وإفريقيا ما فيهش الماء هذا مش معقول يا سيمو حمد أنخيري تبارك الله عليك بارك الله فيك يعيشك مهداوي بالفم والملا يعيشك بارك الله فيك وليدي مشرف لي أني نتعدى في الإيذاء الوطنية ومعك مرحبا بيك يعيشك تحب إضافة أخيرة فيما يتعلق بالشيك دون رسيد ثم فصل بخلاف الشيك دون رسيد يعني بقفل الحساب بقفل الحساب وهو التنقيح للفصل 732 المجلة التجارية واللي يقول معناها يلقى في الحساب ينجي يكون باتفاق الطرفين ما بين البنك والحريف لكن إذا كان الحريف ما قام بعملية تنزيل في الحساب متاعه معتها لمدة ثلاثة أشهر راه البنك يزم ينبه عليه ومن بعد يقفل يقفل الحساب وإذا كان معتها في إتار وفاة وإلا عدم استعمال الحساب لمدة خمسة سنوات ما تصير شعلي حتى عملية تنزيل كان معناها كان معتها عملية اقتطاع وفيه حساب يقعد فيه فائض بعد خمسة سنوات يحولوا إلى خزيلة الدول واضح شكرا سي محمد الخيري أستاذ القانون البنكي ومدير مركزي ببنك برك الله اعجب المكسة احجب المكسة المكسة اشتركوا في القناة